موسيقى أهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الأردني محمد أخطير تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد قصيدة هي القدس نور الله من ديوان طيور القدس صفت في رباه الفاتنات موارد وغيبها في لجة السحر شاهد وطهرها هذا النبي وسره وباركها آي الكتاب الخوالد ويقرأ فيها الناس ما الله قاله عياناً وتحبو في ثراها الفراقد سماء هي القدس العتيقة والكوى نجوم وآيات الكتاب قلائد وأزهارها السحر الحلال وساحها دفاتر حب والقباب قصائد لها يصعد العشاق في كل ليلة بأرواحهم والجسم في الأرض راقد ألم تر أن الله أنزل نوره فجنت بنور الله تلك المساجد إذا سجد العشاق فوق ترابها تبينت أن الكون حولك ساجد ترى الشجر المحزون أورق غصنه وغنت غناء المستهام الأوابد وتحسب أن الصخر أطربه الهوى فمالت من الشوق الصخور الجلامد هي القدس نور الله أنى لنوره بأن ينطفي والنور بالله خالد لقد جاءها من كل صقع وبقعة وحوش يعميها تقي وعابد وكل يراها في الحياة عروسه وكل لواء الحب للقدس عاقد ألم تر ليلة كم دعي بوصلها تغنى وأحلام الدعي شوارد إذا شرك الداعي إلى الحب غيره إذا شرك الداعي إلى الحب غيره فقد دل أن الحب بالشرك فاسد هي القدس للطهر المصفى فدلني على أهله فالآخرون زوائد لقد عضض الإيمان قلب حبيبتي كما عضض الكف المؤزرة ساعد فقل حين تثغ كل شات بأرضنا هو الذئب ما غنيته لك راصد فدع عنك أوهام السلام فدع عنك أوهام السلام فإنما سلامك تحميه القنى والشدائد وأسرج لها خيلا وزيتا وراية وهب فإن العجز بالمرء قاعد إذا رمت صيد النجم فاذخر عزيمة فما نال صعب الأمر إلا المعاند غدا تحت فيء الله في القدس نلتقي وتصف لنا تلك الربا والمعاهد وتشد طيور القدس حين تزورها فكل غريب الدار لا بد عائده بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب أنا الكاتبة فداء الزمر كاتبة متخصصة في مجال أدب الطفل هذا كتابي حكاية مقدسية أحببت أن أضعه بين أيدي الأطفال لأنني وجدت أن العديد من الأطفال يجهلون بمعالي ليس فقط الأطفال وإنما أيضا الكبار نحن نجهل الكثير الكثير عن المسجد الأقصى الذي لا بد أن يشغل حيز أكثر من تفكيرنا واهتمام أكثر فمن خلال هذه القصة أتجول داخل المسجد الأقصى من خلال طفلة وجدة تزور المسجد الأقصى وأصلت الضوء على معالم المسجد الأقصى ومساحته للأسف هناك العديد من الكبار والعديد من الناس يجهلون ما هو الأقصى الأقصى من خلال قصة يقع على 144 دنم ويحوي 200 معلم ليس هو المصلى كما يعتقد المصلى ذو القبة الرصاصية وليس هو فقط المصلى ذو القبة الذهبية وإنما هذه مصليات هي معلمين من 200 معلم تخيلوا فالمسجد الأقصى عبارة عن بناء كبير يقال أنه بناه سيدنا آدم عليه السلام وتم إعادة طبعا تم هدمه وإعادة بناءه من أكثر من نبي وتما نعلم الأقصى عقيدة الأقصى في القرآن فالقضية الأقصى ليست هي قضية شعب فلسطيني والمسجد الأقصى ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل العالم من مسلمين ومن مسيحيين ومن أحرار العالم هذا المسجد الأقصى طبعا يتعرض للتهويد يتعرض لطبعا محاولة هدمه وبناء الهيكل المزعوم الذي طبعا عبارة عن كذبة وأسطورة كلنا يعلم أن العدو الصهيوني بنى كله يعني تاريخه ليس له تاريخ وإنما بنى تاريخه من خلال الأساطير والخزع بلات وللأسف صدق صدق هذه الأساطير ويريدنا نحن أن نصدق هذا الكلام فقضية الأقصى هي قضية كل المسلمين وقبل أن طبعا ليس فقط ندافع عنه علينا أن نقوم بمعرفة ويعني هذا جزء من مقاومتنا لهذا العدو أن نتعرف على أهم معالمه وأهم أهميته التاريخية والدينية ونذرع حبه في قلوب أطفالنا وفي قلوب وعقول هذا الجيل الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله جيل التحرير وأتمنى لكم كلا أموت يا عمي الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نمارج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي بكم مجداً أحبائي وسننتناول هذا اليوم الخط الديواني الخط الديواني هو بالأصل هو خط يعني عثماني وهو نشأ في الدولة العثمانية بعد يعني فتح القسطنطينية وأصبح يعني خطاً خاصاً بالدووين فسمي الديواني وهو كان يعني وكأنه شيفرة يعني لا يقرأه أي شخص من العامة أو كذا فهو كان شخص فكان يعني يقرأه شخص مختص أو يعمل في الدووين الآن الديواني كان له تطورات كبيرة وما أريد أن أركز عليه في الخط الديواني هو بعض يعني الحركات في الخط الديواني العثماني طبعاً نعلم أن الخط العثماني فيما بعد الخط الديواني المصري والخط الديواني البغدادي على يد طبعاً المصري على يد الأستاذ مصطفى غزلان والخط البغدادي على يد هشم البغدادي الآن كان فيها اختلافات وطورات تطرق إليها الأستاذ ثائر الأطرقجي في مدونته بإسهاب وإذا كان هناك مجال سوف نقوم بذلك الآن في بعض الحركات في الخط الديواني أحب أن أركز عليها وهي مثلاً يعني عندنا اللا هذه لا قد تأتي بهذا الشكل وأنا أبالغ طبعاً حتى تظهر أمامكم الصورة وقد تكون بهذا الشكل يعني ممكن من يجعله أحد ومن يجعلها مقوسة من الحركات الغريبة في الديواني العثماني وهي الدال والها يعني هذه الحركة هي دال ه أيضاً من الحركات التي لا يمكن أن يقرأها أي من العامة وهي ألف مع سين تكتب بهذا الشكل وتوصل السين معها مباشرة أو الدال هذه أيضاً قد تراها بهذا الشكل في كلمة موجودة في كراس عزة دستور وهي أيضاً بهذا الشكل فهي دال هذه يعني من الأمور التي يعني قد يحتار فيها المبتدئ عندنا حرف الميم يعني هذا شكل وهذا شكل يعني أنا أكتب الرحيم فهذا شكل الميم أيضاً مختلف يعني هناك بعض الأمور قد يعني يكون المبتدئ فيها هذا حرف الدال هذه من الأسرار التي يمكن أن تكون هناك اتصالات في خط الديواني مثلاً يكتب مثلاً الدولة أنا أبالغ طبعاً حتى تظهر للكاميرا ولا هي تكون أصغر هذه مثلاً اللام والتاء المربوطة فهذه الاتصالات هي الدال والواو عندنا أيضاً يعني حرف التاء هو يشبه النون في خط الرقعة هذا تاء المنفلدة لها شكل طبعاً كبير ولكن هذه أيضاً إذا رأيتها فيعني كمبتدئ أقول يعني حتى لا تكون عندك بعض الإشكالات في هذه شكراً جزيلاً لكم أسعدتم أهلاً بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والروائي الأردني محمد خطير فاسمحوا لي أنا ورحب بضيفي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد ضيفاً على فضاءات وعن رافضين أهلا بك أستاذ محمد وأنت الشاعر والصديق والإعلامي أيضاً شكراً لهذه القناة الأنيقة التي أتشرف دائماً بأن أكون ضيفاً في بيوتها وأماكنها دائماً شكراً العاصمة العاصمة الأردني عمان بعد عام النزوح الأهل إثرى نكسة حزيران عام سبعة وستين ودسمائة وألف واحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين كلها أي أنك ولدت معاً نكسة فكيف عايشت هذه الذكرى الأليمة وهي تمر كل عام وتعرض شريط الجراح والهزيمة واستهلال قاسي بعد الشيء لكن لابد من هذه السيرة والعودة إلى الوراء قليلاً نعم ولدت تابعاً لفكرة النكسة كنا نزحنا إلى مخيمة طالبية أو كما يسمى زيزياء في منطقة القسطة وهي جنوب العاصمة الأردنية عمان على كل هناك ولدت في إحدى الخيام خيام المخيم وهناك قابلت أمي لأول مرة وجهاً لوجه كان هذا في عام 68 هناك بدأت طفولة أيضاً الطفولة الشقية التي كانت يعني عارية من كل أسباب المدنية كانت حتى ست سنوات لم أرتدي للحذاء فيها أو أنتعي للحذاء فيها حتى كانت طفولة قاسية لأنها امتداد إلى الألم والحزن وفكرة حتى منفى نحن قادمون إلى منفى تريد أن تعتاش أو تتعايش أيضاً في ظل ظروف معقدة وجديدة مبنية على القهر والألم الذي زرع الكيان الصهيوني الحقيقة كانت الطفولة أعتقد بأنها مختلفة لأنها بالضرورة أنها نشأت فيه بيئة غير متوقعة يعني الوالد لم يكن يتوقع هذه البيئة والوالدة أيضاً فكان هناك كفاح ونضال من أجل الاستقرار وأيضاً من أجل العودة يعني كان ثمت انتظار من أجل العودة وأيضاً كان ثمت عمل وفعل من أجل البقاء والاستقرار والديمومة وهذا ما حدث أصلاً إجمالاً بدأت أخربش بالأزقة على الجدران وكان هذا لافت ربما على مديرة الروضة آنذاك في المخيم لدرجة يعني هنا نتحدث عن البدايات كيف كانت استدعتني وطلبت مني أن أرسم يعني أحضرت علبة مصحوق غسيل يعني قلبتها وكان من الداخل يعني ما يشبه الأبيض لونها فرسمت وعلقت داخل الإدارة ربما هذه كانت البذرة الأولى لماذا اختارت علبة مسحوق سيلبي كانت تختار ورقاً لم يكن ثمت ورق ربما أو كرتون هي أرادت أن تستعمل الكرتون لم يكن متوفر الكرتون ربما يعني مخيم فقير لا يوجد أدوات على الإطلاق لكن في بعض الألوان كانت الألوان البلاستيكية ورسمتها لكنها علقتها الآن مجرد تعليقها على جدار الإدارة أنا خلق في داخلي هذا الشخص الفنان الثوري المنقلب على الأشياء أين هذه اللوحة الآن أكيد تلاشت ضروري ربما بقيت تحدثت عن عودة أن الأهل كان هناك أمل عودة وكل الفلسطينيين الذين نزحوا سواء كان في فترة أو سنة النكبة عام 48 بعد ظهور هذا الكيان الكيان الصهيوني عام 48 وتآمر القوة الدولية الكبرى على شعبنا وعلى أهلنا في فلسطين موجات النازحين في تلك الفترة وبعدها في نكسة حزيران عام 67 كان هناك أمل عند الفلسطينيين أن يعودوا أو العودة قريبة والآن عندما نحص السنين من عام 67 إلى هذا العام أنت ما زلت في المنفى ما زلت في التغير طبعا الشكل المخيم وأصبح بناء وحجر لكن هو يبقى لحد الآن يعني ألاحظ أن الفلسطينيين إلى حد هذا اليوم رغم أن الأحياء تغيرت إلى بناء وعمارات يسمى مخيما هذا الأمل في العودة هل ما يزال يعيش مع النصر كلها العقود التي مرت والانتكاسات والنكبات المتواصلة التي مر بها شعبنا الفلسطيني أعتقد أنه من الضرورة أن تبقى هذه المحطة هي المحطة الأولى والمحطة البكر كانت للفلسطيني في رحيلي أن تبقى دائما قائمة على فكرة الأمل بالعودة والتخلي عن فكرة الأمل هو التخلي بالتالي عن وطن وتراب وهذه مسألة يعني معقدة جدا ما زلنا نعيش حالة الانتظار ما زلنا في حالة الانتظار ما زلت أنا شخصيا وأعتقد أنه كل فلسطيني حتى ربما يحمل مفتاح البيت الداخل حتى لو كان برمزية أنا أحد الناس أنه يتوفر لدي المفاتيح الأصلية للبيت لبيت جدي وبيت أبي في طوباص وربما هذه المساحة من الانتظار الطويلة يعني جاوزت السبعين عام جعلتني أذهب إلى كتابة سيرتي نعم من خلال مخطوط الآن هو متوفر يعني أعمل عليه أسميته المقيم أي الخالد أو الباقي ولا خالد إلا الله لكن المقيم بجرحه وألمه ربما ونشاطه اذهب الناشئت يعني في المعنى نعم هذه السيرة ستأتي على البدايات ستأتي على مخيم الطالبية زيزياء أيضا ستأتي على النبوغ الشعري لدى محمد خضير إذا جازت العبارة وهذه الرحلة الطويلة أيضا من الانتظار لماذا يسمى زيزياء لا أعلم الحقيقة لكن وردت حتى مفردة زيزياء حتى في شعر المتنبي هي يعني مفردة قديمة وبحثت عنها الحقيقة لكن لا دراية عندي جميل حضرتك مرس على مدينة طوباس ومدينة طوباس كانت يوما ما جزءا من جنين وهي مسقط رأس الأهل والتاريخ والذكريات كيف تحس حين يرد اسم طوباس والأهل حين يفتح الأهل دفاتر الحزن والحنين كم هي مساحة الطوباس في زوايا إبداعك طوباس فكرة بهذه المعركة التي يخوضها الغزي وحيدا الحقيقة هي حاضرة بقوة والفضل لله يعني ربما تذكر كما تذكر غزة في كل يوم كتاب طوباس دائما حاضرة بأعمالها وقدمت الكثير من الشهداء لكن أكيد بأرقام متواضعة بما يتعرض له أهلنا في غزة طوباس شكلت لدي يعني المساحة الأكبر لابد يعني هي الأرث والميراث أستاذ محمد نعم هي لا أسميها الوراء والذاكرة البعيدة بل هي المستقبل حتى أنا أراني هناك دائما حتى وأن تقدم به العمر أو ذهب به إلى أي مكان في العالم ستبقى طوباس دائما هي المحطة الفضلة والمحطة الدائمة والباقية لي كفلسطيني وأيضا وأيضا كفكرة انتماء لفكرة العائلة المقدسة لدينا جميعا حتى هذه الفكرة يعني معود إلى سؤالي مساحة يعني مساحة الطوباس في مسيرتك الإبداعية كيف يعني كيف هي هذه المساحة أخبرت يعني أو قلت ربما بتلميح أنا آسف لم أذهب إلى إجابة شافية لكن الطوباس دائما حاضرة بالشعر أنا مقل بالكتاب عن طوباس الشعر أنت تعلم وأنت شعر يحتاج إلى شيء من الحقيقة رغم يعني ما يقال عنه بأنه أكذب هو أجمل لكن الحديث عن طوباس يحتاج إلى واقع أنا لم أعش في طوباس نعم يمتزج الخيال بالواقع نعم فهل يعقل أن أتحدث عن طوباس من الخيال أنا أعتقد يعني سيكون هناك خيانة للنص الشعري وربما خيانة حتى للبلد من أجل وصفها فابتعدت عن الكتاب الشعرية لكنها موجودة متوفرة بمقالاتي ومتوفرة الآن بسيرة الروائية إن شاء الله نعم جميل يعني حضرتك اشتغلت مخرجا فنيا لمجلة أفكار باعتبار أنت مصمم وهناك خلفية تحدثنا عن حضرتك تحدثت عن خلفية الفنان أنت طفل في أيام المخيم خلفية فنية واشتغلت مخرجا فنيا لمجلة أفكار الصادر عن وزارة الثقافة الأردينية ولمجلة أوراق الصادر عن رابطة الكتاب الأرديني لعدة السنوات وهذا العمل طبعا يتيح لك الاطلاع على محتوى المنشورات التي تحتوي هذه هاتين يعني هاتين المجلتان يعني إلى يعني هاتا المجلتان يعني كان لهم بريق يعني من خلال المتابعين هناك من يقول أو يرى أنه هذا البريق الآن يعني خمد إلى حدا ما ما عاد الأديب والمهتم بالأدب ينتظر صدور هذه المجلات المجلتين بشغف كما كان في السابق يعني لو رد أن نقف على هذه الأسباب باعتبار أنت يعني كنت في عمق العمل في هاتين المجلتين ما الأسباب يعني دعني أتكلم بكلام علمي حتى لا يعني يأخذ علينا ما نقول أعتقد بأن نجاح المجلة أو حتى نجاح الأشياء الجميع مرتبط بإدارات من يدير الشأن بتلك اللحظة يعني هي مرتبطة بهيئة التحرير المتغفرة نعم إذا كانت ناشطة وفاعلة وعلى ثقافة وعلى دراي وعلى تماس أيضا مع الزملاء في رابط الكتاب وحتى الكتاب العرب والمحليين هي للمناسبة يعني سواء مجلة أفكار أو حتى مجلة أوراق هما يعني أو يشتغلان على المنتج العربي بشكل عام يعني غير مقتصرة فقط على المبدع الأردني نعم الآن هناك محاصصة بمسألة الإدارات وهناك داخل رابط الكتاب أيضا هناك انتخابات دورية كل عامين فمن حق الهيئة الإدارية في رابط الكتاب دعني أتكلم هناك ابتداءا أن تعين هيئة التحرير فأنت كل عامين هناك الهيئة التحرير مرتبطة بالهيئة الإدارية الجديدة التي تنتخب نعم لا شك وهو بالضرورة أصلا رئيس التحرير هو رئيس الرابطة نعم رئيس المجلة نعم وأيضا في وزاة الثقافة مجلة أفكار يعني يتم تغيير هيئة التحرير نعم يعني كل عامين أيضا إذا يعني بعتقد أنه كل عامين نعم نعم أيضا تعتمد على الشخص من هم يعني كيف يتفاعلون مع الوضع الثقافي بالأردن وحتى المحيط العربي أيضا المناسبات تحكم هذه المجلات ربما الآن مثلا يعني لا يوجد هناك ترف ثقافي بحيث أن يكون فيه شعر يعني نذهب فيه بالحديث عن الغزال أو الروح لخلاف لغزة لما يحدث يعني كل ألوان الشعر نعم أكيد أكيد هذه أيضا تحكم الفترة التي تعمل عليها المجل إجمالا أنا أراها دائما مرتبطة بالشخص الذين يعملون نعم إذا حصل يعني هناك النشر الإلكتروني أو المواقع لا تضر هاي الحقيقة الإلكتروني ألم يأخذ من مساحة على الإطلاق المنشور الورقي لأن المجلة أستاذ محمد نفسها التي تصدر ورقية هي ذاتها تصدر أيضا بالنشر الإلكتروني لا أنا قصت أنه يعني ممكن المواد التي تنشر مثلا كمواد أدبية والتي تشكل اهتماما للأديب نفسه أو للمتتبعين أو المتابعين للأدب أنه ربما يجدون ضلتهم في المواقع الإلكترونية ويبتعدون نوعا ما عن المطبوع الورقي أنا أشك بهذا كونه المجلة مجلة أفكار ومجلة أوراق أصلا هي يعني مأجورة بحيث أنت تكتب المقال وتأخذ هناك أجر حتى يعني مكافة يعني يفيد منها الكاتب نعم يفيد منها الكاتب ما زال هذا العرف قائما ما زال قائما لازم يعني خلينا نتحدث بصراحة أكثر عندما تتدخل فكرة الشلالية والعصابات بالموضوع ثق تماما أن هناك تلف وخراب ما سيحدث لابد في كل مجالات الحياة في كل مجالات العالم أنا عندما أرى يعني هبوط بالعمل أدرك أن هناك أسرة هابطة وراء هذا الفعل جميل أعدت أنشر ديوان أغاني الحياة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي وديوان طبعا بفكرته يعاد سابقة في الشرق الأوسط لأنه نشر بخط يد أبو القاسم الشابي المادة التي أنت اشتغلت عليها والمطبوع الذي اشتغلت عليه يعني كيف جاءت هذه الفكرة أنك تشتغل على ديوان أبو القاسم الشابي كنت دعيت إلى منتدى الخليل في قليبيا في تونس كان يديره الراحل علامة الدكتور نوردين صمود الحقيقة عليه رحمة الله قرأت هناك يعني بضيافة حتى يعني خمس شعراء من تونس أيضا زملاء فالرجل أعجب بما أقول وهذا يعني ما قاله في تقديمه للديوان لاحقا يعني أغاني الحياة فقال أنا أريدك أن تعود إلى تونس هناك ثمة مشروع أن أريد أن نعمل عليه أنا يعني صرتني الدعوة الحقيقة وعدت وأبقاني يعني أكثر من ثلاث أيام هناك في تونس إلى أن يعني أخبرني ما الأمر نعم أحضر لي يعني مجموعة أوراق لدي أوراق كتبها أبو القاسم الشابي بخط يد يعني أن تقف أمام هذا التاريخ بالحقيقة كان شيء مهول وشيء جميل جدا فقال أنا يعني أريد أن أتمنك على مشروع أبو القاسم الشابي في الشرق الأوسط تمام هذا يعني شيء يسرني وطلب مني تقديم هذه المجموعة فاشتغلنا عليها وحققنا بتواريخ القراءات ولك أن تتخيل أن القصيدة الشهيرة إرادة الحياة حققنا فيها والدكتور نور الدين نعم وجدنا أنه كتبها في الجزائر ولم يكتبها في تونس مثلا إذا الشعب يوما أراد الحياة جميل سنكمل بعد الفاصل مع ذرة لك ذلك فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاعة جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والرواعي الأردن محمد خطية فاسمحوا لي أن أراحب ضيفي مرة أخرى أهلا بكم أستاذ أحمد أهلا بكم أستاذ أحمد عزيزا على فضاءات وعلى الرافدين كنا نتحدث عن ديوان أغاني الحياة لأبو القاسم الشابي قلت قبل الفاصل أن القصيدة إرادة الحياة كتبها في الجزائر هل كان منفيا في تلك الفترة لا يبدو أنه ذهب من أجل الاشتباك مع الثوار الجزائريين في مقارعة المستعمر الفرنسي نعم أو ربما حتى ذهب لدراسة كان شاب صغير بذلك الوقت لكن التواريخ التي وجدناها وحققنا فيها هي كانت تدل أنه كتبها في الجزائر وليس في توليس فأنا يعني ما زلت ممتن لدكتور نور الدين صمود بأن تمني على هذا المشروع الحقيقة العظيم وأنا أتمنى أن تنتبه له حتى وزارة الثقافة الأردنية بالأردن وحتى بالشرق الأوسط يعني هو الرجل أراد أن يكون هذا المشروع داخل الشرق الأوسط الآن إذا فتحت هذا الكتاب وتأملت خط أبو القاسم الشابي حتى أخطأه هي متغفرة داخل ديوانه وكأنك تقف أمام أبو القاسم الشابي يعني أو يعود بك الزمن إلى مئة عام أين طبع الكتاب؟ طبعاً أيضاً في دار الدجلة في عمان في عمان نعم طيب لم يعني لم تعد هذا المشروع وهذا القطاف الثقافي الأدبي حقه في النشر وحقه في الإشهار لماذا؟ الحقيقة يعني تم طباعته في الظروف التي تم يعني اشتغل فيها الربيع العربي على تغيير كثير من الزعمات وكان من ضمنهم زين العابدين الذي وله وخرج من تونس يعني تم العمل عليه بهذه الفترة بهذا الفراغ نعم فظلم الكتاب وبقي على الرفوف ولم يعمل عليه طيب بالإمكان لأن هذا يعني الشعر يبقى حياً طالما أنه شعر حقيقي وشعر جيد فبالإمكان أنه تشتغل عليه من جديد في موضوع يعني موضوع إخراجه إلى المشهد الثقافي ما المانعه؟ العام الفائت يعني كان عرض على وزارة الثقافي من أجل إعادة طباته في مكتبة الأسرة وإذا توفر يعني لكن للأسف لم يلتحق بالمجموعة التي تم الموافقة لها من المعالي الوزيرة أعتقد بأنه السنة يعني سيتم إدراجه لدى مكتبة الأسرة وأرجو أن يتم ذلك فعلاً وهذا يعني كان أبدى رأيه دكتور سالم الدهام بإعجاب شديد بالكتاب وتمنى لو أنه التحق بركب الكتب المطبوحة الآن إذا توفر سالم الدهام مدير عامل مركز الثقافي الملكي لا هو مدير الدراسات الآن في وزارة الثقافة وكان سابقاً وكان سابقاً الآن هو يتولى هذا رئاسة لجنة يعني مكتبة الأسرة وهو مدير الدراسات وأبدأ يعني إعجاب الشديد بهذا المنتج لكن كما قلت لك يعني ربما يكون هذا العام وأرجو أن يتم يعني إذا تعمم في مكتبة الأسرة هو سيصل كل جيد يسعدنا أن نطلع ونشارك ونكون حاضرين في هذا المنتج الأدبي مهم جداً طالما قلت أنه يعني كتبه بخط اليد يعني هذه حقيقة هي للمناسبة إذا سمحت لأستاذ محمد يعني كيف كتب بخط يد أبو القاسم حتى يفهمنا المشاهد بشكل سليم أبو القاسم الشاب عندما أدرك أنه ميت لا محالة قيل له بأنه مريض بالقلب هناك كان تضخم فضيع بعضرة القلب لديه فجمع قصائده وكتبها بخط يده وقال هكذا أريد ديواني عندما أموت يعني إذا أمت قبل أن أطبعه أرجو أن يكون هذا الترتيب وكان خطه جميل جداً هذا الحديث لو يكون أو ينشر في حفل كبير سيكون له صدى عميق في قلوب الله شك جميع حضرتك أصدرت عدة كتب وطبعاً بدأت أنت بالشعر ثم يعني أخذت من عطفاً صرت تكتب السرد وهو الرواية كتبت رواية ماتت رجلاً نعم بطلة هذه الرواية اسمها أسماء هذه الفتاة أو الطالبة النافرة المتمردة وهي يعني دائماً تأخذ يعني دور الذكر حتى وهي طفلة صغيرة دائماً تمارس أمال شاقة وترتدي البنطرون والشعر القصير في مرحل المراحل أحداث الرواية تلتقي بالفنان التشكيلي قاسم وعندما تلتقي فيه اللقاء المباشر كانت فيه سفرة طلابية إلى المعرض الفني بعدها صار تواصل والتقت به لفت انتباهي عندما سألها عن الميلاد قالت في الثاني من أكتوبر ميلادها الثاني من أكتوبر أنا أتحدث عن الآن فكرة الروائي لماذا اخترت التقويم غير العربي هذا الشهر في التقويم العربي هو تشرين الثاني يعني في الأردن وفي العراق وفي السورية وفلسطين يعني الشام والعراق دائماً التقويم العربي هذا الشهر هو تشرين الثاني لماذا حرصت عن تستخدم اسم أكتوبر في الرواية شكراً يعني أولاً للإضاءة على الرواية ماتت رجلاً وهي رواية ربما ظلمة وحداث الرواية طبعاً في عمان في الأردن يعني لا شك يعني أنا ارتأيت بأن تكون في عمان الآن لماذا أكتوبر ولماذا قاسم ولماذا فنان تشكيلي ولماذا أسماء أكيد يعني جميعها كانت ضمن خطة عمل من أجل إنجاح العمل الرواي هل يعول على المفردة الأجنبية أنا أقول لك يعول عليها إذا كانت هذه الرواية ستخضع إلى جائزة معينة مثلاً يعول عليها إذا كان ثمت رسالة تريد أن توصلها إلى الغرب بأننا أمة مثقفة نعم نعم ولا يعني نسعى إلى تكريس شيء من الجهل لا نحن نسعى بالعكس إلى إفادة العالم بما نملك من علوم وثقفات وأخلاق حتى قاسم ارتأيت أن يكون فنان تشكيلي من أجل إنصاف المثقف بأنه يملك دائماً الحكمة ومساعدة الآخرة إذا تورط في أي قضية ما وهذا دور مهم للمثقف وعلى العالم كله أن ينتبه للمثقف المثقف طبعاً الشاعر المثقف الكاتب الروائي الفنان التشكيلي هذا هكذا نتفق يعني أنت اخترت الشريك في البطولة فنان تشكيلي واضح أن هناك رسالة في أنك تجعل الشريك في البطولة فناناً تشكيلياً إنساناً مثقفاً واعياً لفت انتباهي أيضاً في أحداث الرواية أن هناك تظاهرة في دوار باريس الذي يتوسط مدينة الويبدة ومنطقة الويبدة في في عمان هذه المنطقة يعني النابضة بالحياة وبالثقافة وبالعدب هناك تظاهرة يعني ضد قانون قتل الشرف معروف هذا القانون موجود عندنا في الدول العربية الدول الإسلامية هناك تظاهرة في دوار باريس ضد هذا القانون هناك فتاة تحمل لافتة الأبوة قاتلة الأبوية أو الأبوية القاتلة أو قاتلة فهو رد عليها بقسوة ويخاطبها يعني يقولها أنه تقمص دور الأب المصدوم بجحود ابنته فيصر في وجهها ويذكرها بحنان الأب وتعبه ليرسم البهجة في حياتها قاسم لم يتزوج حسب أحداث الرواية لم يكن متزوجا شابا معزانا شابا كيف استطاع أن يتقمص دور الأب عندما يعني وقفت على رده القاسي تجاه هذه الفتاة الجاهدة كأنه أب وله عائلة وله أولاد وعاش هذه هذه المعاناة كيف يمكن له أن يتقمص دور الأب المصدوم وهو لم يتزوج بعد هي من أجل إبراز دور المثاكف كما قلت لك الفنان والشاعر مطلع بالضرورة على ثقافات متقدمة دائما سابقة إلى عمره لا يضير فنان بحجم قاسم يرسم يعني مدرك علم التشريح يرسم البني آدم الإنسان يرسم الفتاة يرسم الطفل يرسم الكبير والصغير ورسم الطبيعة أيضا إذن هو مدرك لحواس هذا العالم تماما يعني ما قاله أنا أعتقد يعني ليس بالضرورة أن يكون يمثل أب متزوج ومارس الأبو وهناك آباء عاقين أصلا يا أستاذ أحمد يعني أب عاق ممكن أن يتخلى عن ابنته وأبنها أيضا تتخلى عن أبوها هو ارتأى أن يقول هذا الكلام في هذا الاعتصام وهي رسالة أنا كروائي علي أن أقدم مادة مهمة للمجتمع ومهمة للقارئ هذه وظيفة الرواية الرواية ليست مجرد سرد حكاية من أجل التسلية أو من أجل قصص النوم حتى كما يقال لا هناك ثمت رسالة داخل الرواية هذه إحدى رسائل جميل حضرتك أزرت عدة دواوين شعرية كان آخرها الناسك يعني لكنك عنوانته مختارات شعرية لم تقل ديوانا ومن عادة الشعراء يعنون كتاب الشعر ديوان شعر وطبعا الكتب السابقة اللي أحضرتك أيضا كانوا عنوان ديوان شعر هذا الكتاب الأخير أو الديوان الأخير وضعت عليه عنوان مختارات شعرية لم تقل ديوان لماذا ناسك هو مجموعة من القصائد المنشورة مسبقا في دواوين سابقة منها كان غيض الكلام وقلب وقزح وأيضا مجموعة من القصائد التي لم تنشر ولم تحظى أن تكون داخل كتاب منشور بعض منها كان منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد لكن أنا ارتأيت أن أنتقي نخبة من قصائدي ووضحها داخل أضمومة شعرية يعني من أجل خروج على السياق يعني كلمة ديوان متعارفة عليها دائما وهو بالتالي يعني ما دام شعرا إذن هو ديوان بالضرورة يعني بالتأكيد فكانتها من أجل البحث عن فكرة الاختلاف فقط جميل 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 أكثر ما شدني فيه قصيدة احترافات مؤجلة لعنترة العبسي شعرت أنك توحي للقارئ بوجود مشتركات بينكما بينك وبين عنترة العبسي ما هي المشتركات أو هكذا بدأ لي أنك توحي للقارئ بهذه المشتركات أنا أعول على حدسك أكيد وأنت شاعر وأستاذ وعلى دراية بما يقال بالشاعر العربي منذ القدم فصدقت نعم هناك شيء مشترك أنا أريد أن أحصله فقط بالمظلومية عنترة العبسي شاعر مظلوم أنا كنت أعداد دراسة عن هذا الشاعر الذي أرى من أهم الشعراء الذين مشوا على الأرض الحقيقة لكن كيف وقع الظلم عليه وقع الظلم عليه عندما سطى عليه المتنبي في أربع وأربين موضع وهذا ربما تطرق إليه طه حسين تطرق إليه حتى كتاب آه طبعا تطرق إليه سرقات المتنبي وأيضا سطى حتى على أرستو بالمناسبة يعني هو لم يستع على مفرد هو سطى أحيانا على شطرة كاملة يعني ربما يعني الآن يهاجمني الناس أو يقول المتنبي هذا يعني أكيد المتنبي يعني من ملأ الدنيا وشغل الناس لكن كان يعني أوجد لنفس العذر عندما قال بأن الشعر جادة وقد يقع الحافر على الحافر وكانت هذه التوطئة من أجل أن لا يلوم النقاط بأن وقع بالمناسبة مداخلة تفضل يعني أنت نكعت جرحا الآن يعني إعطاء هذه العظمة للشعراء خاصة الشعراء القدامة السبب وراء هذا الموضوع هو بعض النقاط الذين نعم يعني لا أقول أله لكن أعطوا مكان لبعض الشعراء مكانة عظيمة جدا لا شك أنهم شعراء يعني أمر القيس مثلا عندما تجلس أمام ناقد وعديب مختص بالأدب القديم يعني صور لك أمر القيس وكأنه لا شيء قبله ولا بعده وأيضا هناك من يعطي هذه المكانة المتنبي ويغمط حق كثير من الشعراء العظام في التاريخ العربي أنا أشكرك أنك مرت على هذا الجانب ومهم طبعا هذا الموضوع موضوع السرقات في التاريخ الشعراء مهم جدا وأنا أرجو ولا أقول أتمنى أرجو أن يعود يعني النقاد إلى الكتاب عن هذا الشأن الحقيقة أن يتم تجاوز شاعر يتم تجاوزه لكن لا يتم تجاوزه كشاعر ككتل كاملة تتجاوزه بقصيدة تتجاوزه ببيت شعر نعم أنا هذا رأيه طبعا الشخصي فعن ترى أعتقد بأنه ظلم ظلم عندما ولد لأميرة نعم زبيبة وقد سبيت أمه من هناك بدأ الظلم أنا أعتقد ثم أتى ببشرة سمراء وكان هذا الظلم آخر وقع عليه ورغم أن أبوه شداد يعني كان يعني فائز لكن بشرتك أنت بيضاء ليس سمراء أكيد أنا أتكلم عن الظلم أكيد نعم قيل عن بعض شعره بأنه منحول نعم يعني قيل بأنه أو سأنكروا عليه مفردة مثلا الصداع نعم قيل لم تكن واردة في ذاك الوقت يعني لماذا لا تكن واردة لماذا لم ينحتهم مثلا شاعر كعنطرة يعني وظيفة الشاعر هو نحت اللغوي وإضافة جماليات كثيرة على لغتنا العربية نعم تمام دلال المناية دلال لم تكن موجودة في ذاك الوقت لماذا لم يحتهم عنطرة تنكر عليه أنا المهم اعتبر حتى حتى مقتلوا أستاذ محمد قيل وهو الفارس العظيم هذا عنطرة العبسي قيل بأنه قتلوا واحد أعمى يعني هل يعقل بواحد بحجم عنطرة يقتلوا رجل الأعمى فأنا قلك لعله يعني وقع شيء من الظلم واستصرخني بأن أقول لنا حساد لا يسعدهم أن ينتهي نهاية عظيمة ونهاية تستحق يستحقها الحقيقة يعني قبل أن يدركنا الوقت ساذ محمد المنازلة الأسطورية التي احتدمت بين المقاومة الفلسطينية وبين كيان الصهيوني في السابع من تشرين الأول يعني في العام الماضي ألهبت مشاعر الشعراء والكتاب والأدباء بشكل عام العرب يعني بدي أن نطلع على يعني كيف تقيم المشهد الثقافي الآن العربي في ظل هذه المنازلة الأسطورية يعني دعني أقول ما قالوا أو ما يقول معظم الناس بأن هذه الحرب كاشفة هذه الحرب يعني وضعت أو أنزلت الناس منازلها الحقيقة أو أنزلت المؤسسات منازلها وأنزلت الأنظمة أيضا منازلها كانت هذه المعركة ولا أقول حرب وربما يعني أرجح كلمة العدوان الحرب تحتاج إلى دولة مقابل دولة وجيش مقابل جيش هذا عدوان وهذا يعني احتلال وليس صراع بالتأكيد هذا الحق الفلسطيني يجب أن يفهم يعني تماما ولا يعني أن لا نذهب إلى كلمات تطبيعية من شأنها يعني أن تقلل من قيمة هذا هذا الثأر وجود بينه وبين هذا الكيان الحقيقة هذا العدوان الكاشف وهذه المعركة الكاشفة كشفت كثير من الأسماء التي كانت تدعي الوطنية تدعي القومية تدعي العروبة هي الآن غير موجودة على الساحة على الإطلاق كنا نتابع على صفحاتهم مليئة بالتنظير مليئة بالكلام المعسول والجميل والأمسيات الفاعلة هنا وهناك عندما أتى يعني تشرين غاب هؤلاء وكأنهم يعني في طرب محايد لكن أنا أدرك لاحقا ما هي هذا الغياب ولماذا كان هذا الغياب هو من أجل يعني الاستحقاقات المالية المتوفرة من بعض ممالك الرمل ومن بعض المؤسسات المحلية يعني أنت إذا اشتبكت واشتركت مع هذا الفعل المقاوم أنت محروم من التحكيم إذن هو ليس ليس حيادا وأنما انحياز العدو بشكل غير مباشر هو لا يقصد الانحياز وأنحاز إلى نفسه وأنانيتي وإلى المال لكن نتيجة تصفي مصطحة بالتأكيد وعلينا اليوم الحقيقة نحن كمثقفين إذا صحت العبارة ونحن حتى كأمة كشعوب أن نعاقب هؤلاء نعم نعاقبهم بعزلهم بعزلهم أن لا أتعامل معاك كما كنت أتعامل معاك في السابق نعم دور الشاعر ودور المثقف ودور الأديب هو دائما علم حق أنت الآن أمام استحقاق تاريخي هناك ما هو أخطر من هؤلاء ربما هؤلاء قلت نحاز لمصالحهم الخاصة ما أجي المكاسب معينة من بعض الأنظمة المطبعة والمتوافقة مع طموحات وأهداف الكيان الصهيوني لكن هناك من بعض الأدباء نستغرب حقيقة في الساحة الأدبية أنه ينظر إلى إيران والنظام السوري وحسن نصر الله والحوثي وكل هاي الميليشيات الضالة التي ذبحت أهلنا في العراق وفي سوريا وانتهكت العراق وفي لبنان وفي اليمن على أنها بحور مقاومة ويأمل أن تحرر فلسطين من عام 79 وإلى هذا اليوم إيران تحمل راية العداء لإسرائيل والموت لإسرائيل لكن حتى هذه اللحظة لم نشهد منازلة مباشرة بينه وبين كيان الصيوني كيف تنظر للأديب الذي يرى على أنه إيران وذيولها أنه محور مقاومة ممكن أن يحرر القدس هؤلاء صديقي يعني عصابة مستفيدة بشكل أو بآخر ماديا كويس ومطلوب منها دائما أن تروج لهذه المشاريع لكن كما قلنا هذه إذا يعني دعنا نسميها حرب فليكن يعني الآن حرب هذه كاشفة كشفت الجميع هل هناك على الجبهة من يقاتل من هذه الدول لا إذن طب إلى متى الرهان يعني كما راهنت الخدر المقاومة الفلسطينية الآن واتركوها وعدها تقاتل آه والله طبعا طيب ألم نسبق أن راهن على مخططات السلام منذ مدريد وحتى اليوم كم سنة مر علىها 35 عام أستاذ عمد هل تم تحقيق أي شيء طب لماذا تراهن من 79 حتى اليوم على هذا الذين راهنوا أو الذين دخلوا في هذه يعني معاهدة مدريد معاهدة أوسلو أنهم مستفيدون الآن يعني فاعدة فاعدة شخصية الحديث طويل ومؤلم موجة شكرا لك الشاعر والروعي الأردني محمد أخضير على هذا الحوار الموجة والمهم والمفيد شكرا لك شكرا لكم صديقي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة